دكتور إميل أعطيك الكلمة الأخيرة وأنا عايز أكرر أبدأ بوضع الأساس أنت قدامك اختيار هو بقول إن سمع أهد وفتح أدخل هتقدر تقوله أنا بختارك زي معروس نشيد نشيد قالت كده أنا لحبيبي تقدر دلوقتي تقول لربنا أنا أركع قدامك أنا أزجد أمامك أنا بختارك تكون الأول في حياتي بختار سيدك على الكل بختارك أنت اللي تخلصني من خطيتي أنت اللي تديني حياة جديدة بعد كده نعرف ناخد شفاء بعد كده نعرف نتفاهم بعد كده نعرف نربي الأولاد يمكن زي ما قلت حضرتك في حاجات كتيرة مش هنلحق نقولها موجودة على صفحة و أنا عاوزك فعلا إذا ممكن تحكي للمشاهدين يعني فيكو تشوفوا الحلقة على ليكن نور وبتهيألي يمكن رح نحط بعض المواد على السايت لكن أنت عندك صفحة على الفيسبوك صفحة على الفيسبوك اسمها المشورة والفرح أو لو نكتبها إنجليش مشورة ضد فرح وبعد شو يبقى فيه سايت لكن في كل الأحوال نحاول لكن نبدأ بقرار أنا بختارك أنا عايزة أعمل بيت مسيحي شو عايزة أبقى منظر وروتين أنا عايزة تكون ساكن في هذا البيت والبيت يبقى فعلا مبني على صخر أمين شكرا جزيلا دكتور إيميل شكرا كتير دكتور أليس ربنا يباركك وفعلا يبارك خدماتك في كل مكان شكرا للمشاهدة